بسم الله الرحمن الرحيم من الكتب اللي عجبت الواحد وهو يعني كان مستمتع وهو بيراهة واستفاد منها كتير جدا كتاب صفحات من تجربتي للمهندس عثمان الحمد عثمان وكتاب عبارة عن سيرة ذاتية الواحد يحب السيرة الذاتية لان هو بيحس بان الكلام اللي بيراه نظري فعلا واقع عمل يعني ممكن تقرأ نصايح حلوة واحسن طرل النجاح وهو وهو الحاجات دي بس هل حال الكلام ده حقيقي هل الكلام ده ممكن تحقق هل حد لعمل مجرد ده ونجح سيرة ذاتية بقى بيقولك فيه واحد اهو نجح زي مثلا سيف جوبز زي بيل جيتس زي فلان زي فلان ممكن انت تختار مثلا واحد حق مليارات ممكن واحد حاجة في العلم بتحب انت الحاجة دي فتمشي وراها فتوصل تعتبر زي زي قائد بالنسبة ليك في المنصر بتاعك فمن دمن السيرة الذاتية الحلوة صفحات من تجربتي للمهندس عثمان وبدأ بداية حلوة بيقول اكبر درس في حياتي وجدت اقوى اسلحتي في الامان بقول تعالى ان الله دفع عن الذين امانوا فكانت هذه التجربة هو مشاء الله بدأ من السفر ومكانش معها خالص وبدأ كان مهندس مقاول صغير وبدأ كان يكبر 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 لحد ما اصبح صاحب المؤسس المقاولين العرب اللي هي الشركة كبيرة اللي عملت سد العالي وعملت مشارك كتير جدا في السعودية والامارات والكويت وعملت في امريكا وعملت في دول كتير كويسة فتجربة كوزة جدا ما شاء الله وهو بدأ يعني ما كانش ملياردير ما كانش بوغاني لا بالعكس بدأ من السفر وبدأ يكبر 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 وبش طحيح اللي يتقال ان هو السادات هو اللي خليه يكبر لا هو كان مليونير من قبل كده كتير عمل مشروع في السعودية بملايين فحواله للمليونير وبعد كده لما شارك في السد العالي ايام جال عند الناصر دي كانت حكواسي جدا نقلته نقلة رهيبة فمشاء الله ومن دمنا حياتي اسفاتها مكتاب ان انت لما تكون عندك اغراء او عندك حاجة هتخليك تقفز كفزة كبيرة بس هتنزل عن مبادئك لا ما تنزلش عن مبادئك عندك مبادئ احتفظ بيها ومهما كانت تضحيات او مهما كانت المغريات لا المبادئ اهم حاجة خالص دي حكواسي جدا وهو بيقولك ان كان عنده حلم تمام عنده حلم ان هو يبقى مقاول كبير كان كل ما بيروح مع خاله للموقع الشركات الاجنبية العملاقة بيبقى نفسه هو نفسه يبقى مقاول زي خاله بس بامكانات الشركات الكبيرة ديت ويبقى عنده شركة عملاقة فيها ادوات عملاقة كتير جدا من دمنا الحاجات الكويسة ان هو حريص دايما ان هو يعمل علاقة مع الناس كلها وخصوصا اهل المنطقة اللي هو بيعان فيها المشروع يعني لما يروحوا حصل المشكلة والاهلي منعون نواد ان هما يدخلوا بسبب ان هما عايزين يبقى لهم الاولوية ان هما يقصروا الحجارة والحاجات دي كلها فالهم خلاص قصروا على المنتظر والبقى الشركات بتاعتها اللي هتعملها فاتفق معهم اتفاق كويس وقدر ان هما يعيش في مناق بدون مشاكل يعني كان في بعض المشاريع مثلا الاهلي عايز حاجة معينة تستفاد منها فبيحصل ضرب نار ومشاكل واحدة لا اللي احسن انت تحلها ود عشان انت عميش في مشكلة ودايما كان بيسمع من العمال فمرة مراد مثلا كان في مشكلة اتذكرها ان هما بين الساد العالي كان العربات كلها بتحمل السخور وتجي تطلع تروح فيها مشكلة وتروح واقعها فجابوا الناس من روسيا ويصلحوا وكان ساعتها الاتحاد الروسي موجود في مصر بكاترة فكل الحلول اللي عملوا ما جاتش ففيه عامل قال له ده هي مشكلة فتيل الفرامل ممكن نعمل حاجة كويسة فالعامل رغم ان هو ممكن بسيط وممكن معرفش يا رويكتب بس قدر يحل المشكلة دي فلازم تسمع لكل الناس يعني لازم تسمع من اكبر موظف لا اصغر موظف للبواب لكل الناس لا تسيب ش حد غير لما تسمع منه وتتكلم معاه هتطلع براء كويسة جدا مدين من الحاجات الملموسة فعلا ان هو كان بيوفر ختمات للشغالين معاه في المقلون العرب ما يخلهمش يفكروا في اولادهم وحاجات كده ده مثلا ساعة المدارس هنمعتلهم الحاجات بتاعة كراشكيل وكراريس وهنعملكون نوادي وهنعملكون دور السينما ووسائل مواصلات ومساكن للناس المتزوجين ومطعم فكل حاجات ده بتخلي العمال تركز في شغلهم وحاسوا ان هم مش مشتدين في كذا موضوع لا هو في الموضوع بتاعهم وماشاء الله ميسك هو وزير الاسكان وميسك نقبل المهندسين وكان متعاوم مع الناس وبيحل المشاكل فهو كتاب ممتاز اتمنى الناس تقرأه انا ما اشغلش في الموضوع العرب وما اشغلتش في الشركة من شركات الموانس اسمان بس هي فعلا تجربة كواسي جدا وفيها نماذج وفيها تغارب وفيها معلومات عن عصر احنا ما عاشناهش فهتمنى الموضوع ده يكون كويس لان تجربة كويس جدا وملئة بالخبرات وملئة بالمعلومات اشتركوا في القناة